من اول ما وعيت على الكرة المصرية وانا شفت كتير انجازات ولكن المؤسسة الوحيدة اللي كنت بشوفها مستقرة ودايما في انجازات ودايما في نجاح هو النادي الاهلي ما فيش شك ان نعد علينا فترات في منتخب مصر كان المنتخب نجح جدا لكن كنا بنشوف النجاح ده ما كانش من يعني ما كانش متخطط له ولكن كان نجاح عشوائي زي ما اخدنا 2006 2008 2010 وكان حسن شحطة اصلا قبله بتورة 2006 ما كانش هو المدير الفني اللي هيقود البطولة ولكن عشان كان ضيء الوقت فقرروا يعينه حسن شحطة وقالوا اهو نجرب وبعدها نغيره ولكن حسن شحطة لما اخد 2006 روحنا 2008 واحنا بنقول ان احنا اخدنا 2006 بدوع الولدين ولكن كان منتخبنا منتخب قوي عشان كان ساعتها المنتخب كان تتربعه من قوام النادي الاهلي النادي الاهلي اللي هو المؤسسة الوحيدة اللي بشوفها في مصر هي المؤسسة الوحيدة النجحة في القورة النادي الاهلي لما وعيتها على القورة كان صالح سليم هو رئيس النادي الاهلي وبعدها توفى صالح سليم عشان ييجي بعده حسن حمدي حسن حمدي كنا شوفنا احسن فترة في حياة النادي الاهلي شوفنا الصفقات شوفنا بركات والصفقات الكبيرة اللي دخلت النادي الاهلي النادي الاهلي اللي بشوف ان هو للفضل على منتخب مصر ان منتخب ياخد التلات بطرات اللي ورا بعض فالنادي الاهلي بعد حسن حمدي جيه محمود طاهر وجيه كابتن محمود الخطيب وكنا بنشوف النجاحات من كل رئيس النادي الاهلي كل الرئيس بيجي بعد ورئيس كان بيمشي على نفس الاسس ونفس المعايير ما كانش في حد بيخالف المنظومة كل واحد بيجي بيكمل على النجاحات التانية ما فيش حد بيجي يهدم ما فيش حد بقول الرئيس اللي كان قابل الرئيس فاشل او عمل حاجة غلط فكان بيجي بنشوف ان الخطيب بيكسب محمود طاهر ما شفناش محمود طاهر بيجي على التلفزيون خالص ما شفناش انتقاض لكابتن محمود الخطيب ساعة ما قابتن محمود الخطيب كان فيه اختلافات عليه وهجوم من تركيا الشيخ ومرطان منصور ما شفناش محمود طاهر بيطلع على وسائل الاعلام او على التلفزيون وكان بيجي ضد الخطيب لا كنا بنشوف كل واحد بيشتغل في النادي الاهلي بيشتغل عشان خاطر النادي الاهلي فعلا الاهلي فوق جميع ابنائه فعشان كده بشوف النادي الاهلي هو احسن منظومة في الكرة المصرية هو اكتر منظومة نجحة عشان فيه اسس ومعايير فيه ضوابط فيه اي حد بيغلط بيتعاقب عارفين ايه العقاب المسبق للمشكلة دي عارفين ان اي حد بيخرج عن النص بيتمنع يدخل النادي الاهلي وطبعا لكم عبرة فيه عسام الحضري مصطفى يونس ابراهيم سعيد ورمضان صبحي ولعيبة كتير بنشوفها بتيجي ضد النادي الاهلي مع دوش بيدخول النادي الاهلي وفعلا بيندمه ندم كبير زمال كابتن محمود خطيب انا زعلان من انا زعلان عليهم الزعلان منهم فالنادي الاهلي وانجح مؤسسة في الكرة المصرية بنشوف النادي الاهلي على طول دايما متواجد في بطولة افريقيا بنشوف النادي الاهلي والنادي الوحيد اللي مشرفنا في بطولة افريقيا بنشوف اه نجاحات لنادي الزمالك ولكن نجاحات ندرة نجاحات بتحصل كل فين وفين وما بتكملش فاحنا لنا الفخر ان النادي الاهلي ده موجود على ارض مصرية النادي الاهلي ده بينتمي المصر فبجد فخر الكل مصري ان هو يوجد فيه النادي الاهلي